وينضم إلينا من عدن الناشط الحقوقي والكاتب السياسي على إيهاب أهلا وسهلا بك سيد علامعنا في نشرة الخامسة نبدأ باللشق السياسي ما هي توقعاتكم لتحركات المبعوث الأممي ولد الشيخ بشأن نيته بدء تحريك عجلة السلام خلال الزيارة المرتقبة لعدن وصنعه مساء الأنوار عليكم أعزائي بالنسبة لتواجد الأخ والد الشيخ المبعوث الأممي لأمم المتحدة في اليمن وهو لتحريك عجلة السلام التي لطالما بحثنا عنها ولطالما سعى كافة الأطياف والقهود وعلى الأغلب الشرعية والتحالف العربي لتحقيق السلام باعتقادي بعد الضغط الشديد الحاصل على الأمم المتحدة من قبل مجموعة كبيرة من المجتمع الدولي بالوصول إلى حلول سلام حقيقية في اليمن وبالذات في المناطق الغير محررة إلى هذه اللحظة لإيقاف نزيف الدم وإيقاف الحرب التي ما زالت مستمرة بسبب تواجد الإنقلابيين واستمرارهم وتعنتهم لهذا نعتقد بأن المبعوث الأممي سيسعى جاهدا بهذه الفترة بالذات للوصول إلى تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف المتنازعة والطرف الأول وهي الشرعية مدعومة من قبل التحالف العربي ومن ثم قوات الميليشيات المخلوع صالح والحوثي نعم طيب سيد إيهاب أو أفوان على إيهاب ما الجديد الذي يحمله ولد الشيخ هذه المرة منذ فترة لم نسمع بحركات سياسية من قبل المبعوث الأممي ما الذي تغير بالنسبة للمنظمة الأممية ومبعوثها بالنسبة لليمن بالتأكيد هناك الكثير من التغيرات السياسية والتغيرات العسكرية على المستوى الميداني حينما ظهرت هناك الكثير من الانتهاكات التي قام بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حينما قاموا بكثير من الانتهاكات التي طالما قاموا بالاستمرار بها إضافة إلى الحملة المستمرة التي تحت قيادة الرئيس عبد الربو منصور هادي للوصول إلى المناطق الغير محررة ووصول الميليشيات الحوثي إلى طريق مسدود وهم يقومون باستخدام كروت ضعيفة مثل استهداف المدنيين ومن ثم استهداف السفن الحربية واستهداف أمور كثيرة لهذا وصلت الضغوطات إلى أن تم إكبار الأمم المتحدة والمنظومات الدولية بإيقاد حلول قريبة على المستوى القريب بإذن الله تعالى شميل طيب مع كل هذه الانتهاكات الحوثية التي أشرت إليها إضافة إلى أن الحوثيين كانوا ولا زالوا يعرقلون مسار التسوية السياسية أو مسار السلام بالنسبة لجهود ولد الشيخ السابقة دون أن يحملهم المبعوث الأممية المسؤولية بشكل كامل في تعاثر هذه المفاوضات بالنسبة للحكومة الشرعية هل لا زال ولد الشيخ يتمتع بيذات المصدقية؟ بالتأكيد أريد أن أقول لك شيء نحن نعلم بأن هذه الميليشيات لن تكون صادقة أبداً مع التعاطي مع أي آراء وحلول سياسية على المستوى القريب حتى أنا ما تحدثت عنه مسبقاً هو تعاطي المنظومة الأممية مع المشاكل أو الحرب الحاصلة في العمق الاستراتيجي لشبه الجزيرة العربية وهي الجمهورية اليمنية لكن بالنسبة لتعاطي الحثيين مع هذه المبادرات ومع هذه المفاوضات هي بالتأكيد ستكون سلبية لأنه سيتم تجريدهم من كافة السلاح الذي يملكونه إضافة إلى أنهم لن يكونوا متواجدين على هرم السلطة وهو هذا الشيء الذي لطالما حاولوا السعي إليه لتحقيق مطالب ليست يمنية وإنما مطالب خارجية وهي بالأخص مطالب إيرانية وللأسف باعتقادي أن التعاطي لن يكون ذلك التعاطي القيد إضافة إلى ذلك يجب أن يتم أخذ مقريات الأمور من قبل منظومة دولية بكافة المسائل السياسية المتواجدة على الساحة اليمنية وأهمها القضية الجنوبية باعتقادي حينما تكون هناك مجموعة من القضايا التي تستطيع أن تصنع نوع من التوازن السياسي في كافة المستويات السياسية في الساحة اليمنية باعتقادي بأنه هناك سيكون ضغط مستمر على المنظومة الدولية وعلى ميليشيات الحوثي للوصول إلى حلول سياسية تنهي الأزمة اليمنية بالقريب العاجل جميل بالنسبة لشق الميداني سيد علاء سيطرة الحكومة الشرعية والجيش الوطني على أجزاء واسعة من ذوباب نتحدث عن الساحل الغربي بشكل كامل وفرض السيطرة عليها كما تامل الحكومة الشرعية مدعومة بالتحالف ما الذي يمثله ذلك استراتيجيا بالنسبة لسيطرة الحكومة الشرعية على الساحل الغربي بالكامل فعلا هناك سيطرة مستمرة على الساحل الغربي وهو عبارة عن شريط ساحلي يمتد من باب المندب إلى منطقة ميدي وغيرها من المناطق فهذا الشريط الساحلي إن تمت السيطرة عليه بشكل كامل هنا سيتم إغلاق منافذ إمدادات مباشرة لميليشية الحوثي عبر ميناء الحديدة وعبر ميناء المخى وعبر الكثير من الموانئ التي تطل على هذا الساحل فاستراتيجيا يعتبر تقدم عسكري قوي ورقة ضغط تعتبر لصالح الشرعية اليمنية مدعومة بالتحالف العربي أيضا من أوراق الضغط التي تستطيع أن تستخدمها لفرض سيطرتها على ميليشيات الحوثي وميليشيات صالح سياسيا لأنهم فعليا الآن أصبحوا لا يمتلكون أي شيء مجرد مناورات على مجموعة من الجبهات التي بإذن الله سيكون النصر قريب العاقل فباعتقادي بأن الحلول التي سيأتي بها والذي أتى بها الأخ المبعوث الأممي هي طوق نجاه لميليشيات الحوثي وصالح للخروج من هذه الأزمة على الأقل بماء الوجه فبإذن الله أن لا يستمروا بالتعنت وأن يقتنعون وأنهم ليسوا على صواب وهم على خطأ وبإذن الله أن نصل إلى مخرج قريب عاجل بإذن الله تعالى من عدن الناشط الحقوقي والكاتب السياسي على إيهاب شكرا جزيلا لك